تقال دايماً في جملة مشهورة كده في العاب يقول لك يهو واحد من أكتر اللعبين الأندر ريتد في تاريخ الكورة في الإنجليزية الأسبانية الفرنسية ده طبعاً من أكتر اللعابة الأندر ريتد في تاريخ الكورة القدم المصرية الأندر ريتد ده اللي هو اللعب اللي ما خدش حقه كفاية في الشهرة أو في الإشادة أو في اللي يتحط بين أسماء كبيرة في هجوم لعبه في مصرف الدولي المصري واحد هداف دوري مرة واثنين وثلاثة ومع فرق مش اهلي وزمالك ويكسر الدنيا كده واحد من اللعيبة الممكن نقول مسيرته اتأخرت شوية يعني هو في عمره متقدم بدأ يتقلق وينور ويبقى هداف دوري وسط مهاجمين كبار واسماء رائعة جدا 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 بعد ما خلص كرة القدم او بعد ما ساب كرة القدم الاحترافية يعني في الدور الممتاز بقى دلوقتي واحد من اهم وابرز نجوم منتخم مصر للكرة الشطائية كمان لما تشوف مصر نلاعب يبقى متقلق جدا في كرة القدم العادية يروح بعد كده يتقلق ايضا في كرة القدم الشطائية بشرفني ونورني كابتن حسام بولو مهاجم نادي الزمالك واسموحة والداخلية الاصبك كابتن حسام مشرفه النور حبيبي يا حبيبي يا كابتن كريم انا سعيد ان اكون موجود من وجود حضرتك النهاردة وانت شاء الله اكون دف خفيفة على المعاشر دين التقديم اللي انا قلتها دلوقتي دي هل انت حاس ان انت خدت حقك كامل في الاشادة وفي الشهرة وفي النجومية خدت الحق الكامل من الجمهور الكرة القدم المصري على قد موهبتك والله انا كان نفسي كامل الحمد لله الواحد عنده تموح وان شاء الله هكمل يعني اللي عنده تموح وان شاء الله لازم نوصله بازن الله انت موجود في فريق هلال المطروح موجود في الهلال المطروحي اه اه موجود مع منتخم مصر الكرة الشاطئة وموجود ان شاء الله يكون ليه ناصيب ان شاء الله ونسافر معهم كاس العالم بإذن الله طيئ اللي كان ناقص يعني اللي كان ناقص ان الموهبة العظيمة ده يعني انا متصور الفرج على حسان بولو بيحب الكرة يعني حسان بولو ده طبيعي يبقى أساسي نادي الزمالك لسنين كتير حسان بولو ده أساسي منتخم مصر لسنين كتير إيه اللي حصل في المسيرة دي خليت ده ما يحصلش والله أنا كان ما رحت نادي الزمالك أنا رايح وأنا دف دوري فكان نفسي أن أنا رح نادي الزمالك وأنا أخد حقي بشكل كبير أي لعيب طبعاً ما يروح مثل نادي كبير نادي جماهيري من أفضل أنديه في أفريقيا طبعاً فأكيد ببقى أنت عايز تاخد حقك صح فأنا بصراحة يعني فرصتي ما كانت في الزمالك كتقول إليه جداً ما خدش حقك إزاي؟ ما خدش حقك إنا كنت جاية كنت جاية نفس على هداف دوري وكنت جاية نفس على بطولات كتير فربنا كرمني كنت رح نادي الزمالك عندك 34 سنة كنت رح نادي الزمالك 34 سنة وهداف دوري وهداف دوري سموحه وقبلية دخلية مرتين ولا بعض حاجة عجاز يعني ديراً أصلاً ما نشوف مهاجم يبقى هداف للدوري المصري بيلعب في سموحه والدخلية طبيعي دائماً ما نشوف أهلي زمالك ممكن برامة السلام لو لإسماعيلي زمان بس إنك تبقى هداف أش دايماً يقولك الفرق دي بتدفع أكتر ما بتهاجم لكن إنت هداف الفرقين دور في كانت حاجة عظيمة جداً ما هو أنا بقى أنا ربنا كرمني واخدت هداف دوري مع الدخلية واسموحها فأكيد روحت الزمالك بقى أكيد أنا هاوصل للجنة على كل ثانية لإني كان موجود أيمن حفن وشكبالة ومصطفى فتح ومحمد إبراهيم وستالي لا كان فيه مجموعة لعبة بصراحة أنا قلت كل ديها وراح أندجوهم فالتيم اللي كان موجود في ناتزة مالك ده كان بصراحة يؤدوا أي فرود للجنة بأسرع وقت فالحمد الله كان أول ماتش ليها مع ناتزة مالك أخدت بتولته الصبر وبعديها كان أول ماتش ليها ربنا كرمني يعني كاتل بداية كويسة ليه صح كنت أتمنى بس إن أنا أكمل أيوة إلا ما خلاشت أكمل بقى وقتها هل كان مشكلة مدرب كانت مشكلة مشكلتك أنتا ما كنتش إياه يعني المشكلة كانت فين بقى أصدت عاد ستشهر بس مع الزمالك المشكلة أنا كنت موادي ثلاث سنين ونصر المشكلة إن أنا كان موجودة كابتل محمد حلم فكنت بقى لعب وربنا كريمني وقلت الماتش اللي بنزوله كنت بقى جيب فيه جوان عظيم فبعد دي كابتن محمد حلمي ماشي وجي مستر إناسيو آه بعد دي بقى ما شفتش تاني ما شفتش الملعب ليه بقى كلماله إناسيو معي معرفش أنا يعني أنا لعب هو جيه الماتش اللي بعد دي بعد كابتن محمد حلمي مماشي طلعني برا الإسكور أصلا على طول تحس إن حد ممالي حد قيله باولو ملعبش تاني لأ حد مماليه خلاص يعني اللي هيبدأوا كذا والناس دي بدأت يعني أتأكيد مثلا أنا كمدير فني رايح أمسك تيم زي نادي الزمالك عارف من اللعب ومن اللي ملعبش ومن اللي قد ومن اللي مقداش صح فانت جد جد بناء أن أنت مثلا طلعتيني برا الإسكور بناءنا على إيه لا سؤالك اللي هيماليه ده هيماليه هيماليه يقول له طلع الهداف دوت برا التشكيل مش طلق ما أنا معرفش في حاجة في حاجة غلط في حاجة غلط إيه هي أن أنا المطشي اللي قابلي أنا كنت بقى لعب فأنت بتغير بقى بتغيرني أنا اللي كنت مثلا وحش ولا أنت بتغيرني ببناء أنا عن إيه في التامرين كنت وحش ما كنتش بقدي كويس ده بعديها بقى بالتلات أربع مطشيات لما معدت مع كابتن خالد جلال كان موجود حل طوله كابتن خالد أنا أعمليه عشان أخش الثمانتاشر مش ألعب ما قطلوش إن أنت متدايق بطول أنا عايز ألعب فبقى دعب هو قالي قالي عشان أنت لما طلعت بره الإسكور زعلته والمدير الفني شافك وانت زعلان زعلت إزاي بقى أكيد أنا عايز أوصل للفزورة أيو أكيد أن أنا هزعل يعني أنا لعب المطشي اللي قابليه وجي طلعني بره الإسكور فأكيد أن أنا زعلان عشان عندنا بره الإسكور خالص هو بيقولك شافك وانت زعلان أيو إنت عملت إيه المدربين الأجانب طبعاً لما بيشوف بقى حد زعلان فأكيد بقى بقى أكيد كله ماتش ممكن تبقى بره أكيد مش هيحطك في الحزبان لحد بقى ما تقعد معاه وتشوف الدنيا بقى ماشي هزيبك كده كده حكاية قديمة فما فيش مانع ان احنا نقول التفاصيل عشان انا واحد من الناس اللي محتارة ان حسان بقوله ده ما عملش انجازات عظيمة مع نادي الزمالك وفتريته كانت قسيرة جداً هل انت وانت زعلان عملت اي حاجة اعترضت بطريقة مات؟ لا 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 انا كنا بنجري سبرينتات فبس رجلية شدت عليا فروح توقف فقلت لكابتن خالد انا رجلية شدت عليا فهو حس ان انا زعلان مش عايزة اتمره فوصل له الفكرة ده وبصراحة بصراحة انا كنت تعبان وفي نفس الوقت انا مخنوق يعني خلاص منطلعني برا الاسكور فانت ما تكون بتلعب ويجي مثلا مدير فاني تلعج برا الاسكور اكيد لازم انت زعل انا لو مزعلتش يبقى انا خلاص انا رايح البس تشيرته وبقى موجود في النادي وبس فانا ما فيش نادي اروحه وبحب ان انا ابقى فيه موظف مظبوط لاني معلش انت في نادي الزمالك معادي تلعت اتلعت ما تلعتش ما تلعتش ما انا كده كده موجود في الفرا وخلاص اسم لاعب نادي الزمالك وخلاص لا انا مش كده انا اروح مكان لو مش هضيف فيه ما بقاش مستراح نفسي موسيقى موسيقى